المتابعين الكرام أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المساحة الرياضية من برنامج مسيرة حلم يتحقق على قناة الحدث الافريقي فقط اليوم نلتقي مع فريق أبهر العالم نسميه فريق الإبداعات والابتكارات الرياضية والشهير بأفضل وأجمل تيفو على الصعيد العالمي مع اقتراب النسخة الأولى من الدور الافريقي لكرة القدم من نهايتها وجب التذكير بصانع أمجاد الوداد الرياضي قبل سنوات قليلة وهو الذي صنع مجد كل المغاربة في قطر من هو يا ترى هذا البطل الرياضي؟ مولنية وليد الرقراجي هو بطلنا الشهير بسير سير سير الذي قاد الفريق البضاوي لدور أبطال إفريقيا بعد لقاء كبير أمام الأهل المصري في العام 2022 بانتصار إصابتين مقابل لا شيء فضلا عن التتويج بالدور المغربي لكن تعاقب أربع مدربين منهم أجانب ومغاربة أضاعوا كل شيء وتركوا الفريق الأحمر في مفترق الطرق في شهر يوليوز من السنة الجارية أعلنت إدارة المارد الأحمر عن تعاقدها مع مغربي قادم من هولندا من الديار الأوروبية ترك بسمته سابقا مع أسود الأطلس في منتخب كان مثقلا بالنجوم على غرار وليد الرقراقي حجي والنيبت وغيرهم من أبطالنا الرياضيين صفقة عاد الرمزي جعلت أكبر المتفائلين متخوفين من فشل الرجل الذي اجلب خطة عصرية جديدة وأسلوبا مميزا بتوابل غربية أوروبية قد لا يتوافق مع خصوصية مناخ اللعب في إفريقيا عاد الرمزي عاد الرمزي الذي أوصل الفريق الأحمر لنهاء الدور الإفريقي هو خليفة وليد الرقراقي في الوداد الرياضي اجتمع فيهما ما تفرق في غيرهما اجتمع في أسلوب متفرد قادهما للنجاح هو أسلوب العمل في صمت ورسم خطة نحو الهدف بنية تحقيق حلم النجاح فكان لوليد الرقراقي أن وصل بالمنتخب المغربي إلى منديال قطر العام الماضي والإنجاز العظيم الذي حققه منتخبنا أمام عمالقة الكرة العالمية بملاعب قطر الشقيقة فيما أوصل عاد الرمزي فريق الوداد الرياضي إلى الدور الإفريقي بعدما افتتح مشواره في البطولة بفوز على إنبال نيجيري في ربع النهائي بنتيجة أربع لسفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ثم واجه الفريق الأحمر الترجي التونسي في نصف النهائي وتفوق عليه بنتيجة خمسة لأربع في ركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثله ويحتل الفريق الأحمر المرتبة السادسة في البطولة الاحترافية برصيد عشر نقط ومرشح أيضا للفوز بدور أبطال إفريقيا ليعلن الفريق الأحمر بذلك نفسه سيدة إفريقيا وزعيمها في السنوات الأخيرة ويضرب الفريق الأحمر موعدا لعشاقه في بقاع العالم في مباراتي النهائي مثير جدا أمام فريق صعب المراس قادم من جنوب القارة الإفريقية ساند داونز والمبارة ستجرى يوم الأحد خامس نومبر ألف وثلاثة وعشرين على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء مع قلنادي الوداد البضاوي وبعد ذلك سيرحل فريق الوداد البضاوي إلى جنوب إفريقيا في مبارات ضد ساند داونز يوم السبت حادي عشر نومبر ألف وثلاثة وعشرون تمنياتنا بالتوفيق لفريقنا الأحمر ولمزيد من الانتصارات دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر